بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى شعبان شهر تتشعب فيه الخيرات وتكثر فيه الطاعات ولذا أسميه دائما شهر هو شهر التغيير والتحويل والتحول ويحلو لي هذا الاسم لأنه قد تحولت فيه القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام جبرا لخاطر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وتأمل فلنولينك قبلة ترضاها كأنه جبر بخاطر حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يتجه بوجهته في الصلاة ناحية الكعبة ومكة التي يحبها صلى الله على حضرته وقالوا أنه شهر سيدنا رسول الله قال العلماء رجب شهر الله وشعبان شهر سيدنا رسول الله ورمضان شهر أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ رجب من الأشهر الحرب وشعبان نزلت فيه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه واجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه طيلة العام وخاصة في شعبان وفي رمضان هو شهر التجهيز شهر الإعداد والإمداد والتحويل والتحول والتغيير والتغير لاستقبال أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النيران كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور ولما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ترفع الأعمال بشكل يومي وبشكل أسبوعي وربما بشكل شهري وربما بشكل سنوي أعمال العام ترفع في شعبان والعبرة بالخواتين ومن اختتم أعماله بالذكر والشكر والاستغفار ووصلت إلى العزيز الغفار كان بإذن الله تعالى في أمان تام فعلينا أن نستغفر وأن نتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وأن نتضرع وعلينا أن نعمل الإقبال على الله تعالى بفقه ففي شعبان يجب أن نستحضر استشعار الجلال والاعتراف بالتقصير والنقصان ومخافة الرد والخذلان والطمع في عفو الرحمن والندم على مكان العمر يمر وكل مر سيمر وحتما سيستجيب من دعا ربه تبارك وتعالى على مدار العام فعليه أن يهيئ القلب والفؤاد والوجدان لاستقبال شهر رمضان شهر الطاعات والبركات والخيرات والنفحات وما يسبق الشيء دائما هو الذي يجاهز له ومن هنا كان شعبان هو شهر التجهيز وهو محطة الوصول إلى شهر رمضان المعظم به نستعيد الذكريات والكلمات الجميلة والآثار الطيبة ونصوم فيه كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ونتصدق ونعطي وننفق ونمنح ونجاهز النفس بتدريبها على صلاة الليل والتهجد والاستغفار والشكر والحفاظ على صلاة الأوابين صلاة الضحى وعلى الإنسان أن يكثر من الطاعات في شعبان وفي رمضان حتى يخرج بمنفعة العام وعلى الإنسان أن يدعو ربه تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة خاتمة أعمال العام في شعبان ومن هنا وجب على كل عاقل ذكي فطن أن يُرِي الله في قلبه وفي نفسه الخير وأن يتقرب إلى الله بالطاعة وبالقناعة وأن يسأل الله تعالى شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يصل إليها إلا كل مصل على سيدنا رسول الله والله ما رأيت مصليا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد جبر وإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بها تقضى الحوائق وكنا نقول شمس الخميس التغيب فزد في الصلاة على الحبيب واليوم نقول إذا ذهب رجب فعليك أن تقبل على الله تعالى بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن تكثر من الصلاة والسلام عليه وكالعادة يا سادة الصلاة على الحبيب مصدر السعادة أسعد الله أوقاتكم بكل الخير اللهم يا عالم السر مننا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم